مرحبا بكم الناس يكل في فيديو جديد المرة هذي مختلف يعني باش نعملو ردة فعل بالتونسي على مباراة تونس والجزائر طبعا مباراة هذي قديمة من كاس أمم أفريقيا 2017 باش نعملو عليها ردة فعل وفي آخر الفيديو هذا باش نعملو يعني نحكو شوي عن مباراة الجاية بين تونس والجزائر طبعا باش ناس يعرفوني ننزل برشا على رياض محرز وعلى الجزائر لكن للتوضيح يعني أنا تونسي وباش نشجع عن منتخب التونسي ونتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري ديما يعني أما في المباراة هذي باش نشجع عن منتخب الوطني التونسي وحتى في المباراة الجاية لتلعب يوم 11 لنشجع المنتخب التونسي أما بصراحة المهمة صعيبة برشة أمام منتخب الجزائر اللي ضم ثلة من أحسن اللاعبين مشكان في إفريقيا في العالم هذا كعليش مهمة المنتخب التونسي صعيبة برشة أمام الخضر أما قبلكم شاية جماعة السلسلة هذه جديدة وكان لقيت الدعم كبير إن شاء الله باش نكمل فيها ما يش باش قولكم وصلوا الفيديو للألف لايك لألفين لايك لمئة لايك المهم اعملوا لايكات يعني وتعليقات باهية تكون في تحت الفيديو اكتبوا تعليقات باهية وتشجيعات حتى تشجعونا باش نستمروا في السلسلة هذه ما تنسوش زادا تجيبوا كاس عصير ولا كاس جزوز نحب الكوكا برشة يعني ديما نشرب كوكا أكثرية ونبدأوا مع بعضنا في ردة الفعل ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش الفيديو الجاي يوصلكم خلينا ندخلوا مع الفيديو وابدينا في الفيديو يا جماعة كما تشوفوا يقولكم اشتركوا في القناة وفعل الجرس طبعا اعملوا اشتراك في القناتنا يا جماعة يديكم ربي اه تعليق العصام الشوالي في المباراة هذه رياض محرز موجود يوسف لمساكني في بني موش اساسي مش عارف تصور موجود اه البلبولي يعني ايامة البلبولي والعكايشي هذا ما منه محرز برشة الناس تتبعوا في المحرز معانا في القناة تحية لهم الخزري هذي هو المخالفة محرز لا مش محرز موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شوية لمركاها هذا بن ناصر في بادي واسماعيل سليماني هو لي هذي مخالفة المتخب التونس هاي خزري هاي خزري ضعت ضعت نبولحي تصديرها مش نبولحي هذا في الحراسة هذا حارس آخر نتصور لا 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 مباراة قوية يجمعوا فرص شوي لمركاها رياض هذا ولا مش محرز بحرز بل بولي تصدل اما محرز ما سددهاش بطريقة قوية كنشاطها قوية مركاها رياض ما تنسوش زالا رياض الفين وسبعتاش مش كما رياض الفين وквاشرين برا امشي امشي لا صار فرصة اختير آخر خزري مخالفة معارفة مخالفة الحارس الحارس اسمه عسلة ما نعرفوش الحق دفاع مشكلة ثم مشكلة دفاع لالمنتخبين بعدها هكذا شوفت فرص قوية وفرص برشا الاستمرار ليسكني ماركاها ايه ngày 2014 في بالي الهدف ليسجل المساك وله عمالها المساكة برى اخرى هالدف. هي الصراحة ضربت ضربت في اه ابن سبعيني في بالي. المهم لعبة ضربت في الحارل. ضربت في لاعب. دخلت. اوه. برافو برافو مساكني. واحد سفر منتخب تونس. اوه. دول ردوا بنا. منتخب جزائر اخوي. يعني صحيحة في الفين السباتاش مش اخوي. يبشي يا وهبي. يبشي. راكلت جزائر. ضربت جزائر في نالتي. برافو. منتخب التونسي حاسم بصراحة. يعني لعبة مليح لكن ضيعت برش. ضيعت برش. وهذه ضربة قاضية ضربة قاضية منتخب الجزائري. ووو. موجودة راكلت جزائر. سليتي. امشي يا سليتي. حطها في القول يا سليتي. حطها في القول يا سليتي. معلم. برافو. برافو يا سليتي. اثنين اصفر للمتخب التونسي. اه نتصور هزمة معناتها. هدفت جميل. ونا راكلت جزائر. وقيمت الهدف يعني اكثر من جماله. وووو. شو هذا. شنو هذا يا. مش عارش يكون لعب. لكن ضرب الآه. ضرب بـ في باللي فعل لمشيزك ضعط ضعط و المنتخب تولسي مزل يحاول ماتها تم شوارع في المنتخب الجزائري تم مشكلة دفاعية اللي بصراحة جمال بالماضي من النجامعة تصلحها لمشكلة هذي و الرياض محرس واوو السيدة وغوال لااااااااااا عمدول لنا. هاد لينا ماستورينج. هادشكون. ووا. اما بصراحة برافو. هدف مزيان برش. اجمل من الهدف في المنتخب التونسي بصراحة. برافو 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 الهني الصراحة اللعب ما نعرفهش اما هدف برافو برافو بين هني هيك اكتبولي الهيب ارجي ارجي مازال دقيقة ونص على نهاية الماتش زوز واحد اخر دقيقة نتصور باش تكمل متخب التونسي سيبون امشي امشي ما ارجي 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 معروفة معروف فايت فيت اللعبين الجزائريين انتهت برافو الهيب المتخب التونسي انتهت مباراة كانت امشوقة برشا بين الجزائر و تونس انتهت واحد اتنين واحد للمتخب التونسي نقولوا اا طبعا انا اكتبه المبدعات اذه ان قذه بشب ICU. لكن مباراة يوم وحده باش تكون الامور مختلفة اللي تكدو تشوفوا فيه اا دفاع عن المنتخب الجزائري ولا من اقوى الدفاعات في افريقيا. معناتها وبالنسبة لمنتخب التونسي المشكلة ما زالت موجودة مشكلة الدفاع ديما موجودة ومتواصلة وصعيب كان باش تنحل في الاوقات هذه ولا في الفترة اللي اه يعني اه لايامات الجايين اه قبل المباراة هاك علاش مهمة المنتخب التونسي اصعب والمنتخب الجزائري المرشح الاول الفوز بالمباراة هذه نظرا البرشة حاجات هجوم اه قوي اه وسط قوي ودفاع قوي لمنتخب الجزائري المنتخب التونس صحيح عنده هجوم باهي وسط باهي ودفاع هو اللي مشكلة فيه وثم مشكلة في حراسة المرمى زادا المنتخب التونسي يعاني شوي في اه مسئلة حراسة المرمى وما زال ما عندوش حارس صريح هنا جميع تمد عليه في كل المباراة وهذه تعتبر مشكلة اه ان شاء الله نتمنى والمنتخب التونسي فوز ولكن التوقعات تقول ان المنتخب الجزائري هو الاقرب شكرا لكم تحية لكل واحد موجود معنا سواء كان جزيري تونسي اه لكلنا دولة واحدة وقلب واحد شكرا لكم ومنتقنا ان شاء الله في ردد فعل اخرى اه اعملوا بارتاج ادعمونا بالبرتاج للفيديو خليوصل اكبر عدد من الناس والسلام عليكم موسيقى موسيقى